أكد الرئيس عبد الفتاح أسيسي أهمية تدعيم التواصل البرلماني بين الدول العربية خلال المرحلة الحالية جاء ذلك خلال استقباله وفدا من رؤساء البجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ذلك بحضور رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ورئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق صرح متحدث رئاسة بأن رئيس السيسي أكد أن انعقاد هذه الدورة من مؤتمر البرلمان العربي تحت عنوان دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي إنما يجسد المسئولية القومية الكبيرة التي تقع على عاطق البرلمانيين العرب من جهته أكد رئيس مجلس النواب أن رعاية الرئيس السيسي لهذا المؤتمر تعد شرفا كبيرا خاصة في ضوء الدور المهم الذي تقوم به البرلمانات العربية بصفتها تجسد إرادة الشعوب من جهته ثمن العسومي جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن الأمن القومي العربي وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع الرئيس السيسي حيث أعرب الحضور عن تقديرهم لموقف مصر على المستوى العربي باعتبارها قلب الأمة النابض واعتزازهم بمساهمتها الرائدة في توطيض علاقات الأخوة والتعاون مع الدول العربية والحفاظ على أمنها القومي ذلك تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي لصون مصالح الدول العربية تلك القيادة التي قهرت تحديات التنمية لتجسد أقوى مظاهر الإنجازات في مصر ترجمة نانسي قنقر